ظاهرة التكفير ليست ظاهرة حديثة إطلاقاً هي موجودة منذ اللحظة الأولى ولكنها تتعظم تتزايد الآن رغم التقدم البشر في مجالات عديدة ده يخليك فعلاً يجعلك تتساءل تستغرب تندهش لماذا لا يكف الإنسان عن التعصب والدعوة للكراغية لماذا يصرون على هذا الحقد المقدس اللي بيولد التنفير والتكفير لماذا لا نتعالى عن هذا العنف الفكري والعقائدي ونعيش في سلام المشكلة الحقيقية أن التكفير ليس نبتاً حديثاً اصطنعته جماعاته القتل والسفك باسم الشريعة بل التكفير لصيق بالعقلية الإيمانية المتطرفة وبالمناسبة في كل الأديان التي توصم الآخر بالكفر والمروق كما كانت محاكم التفتيش كنيسة في دول الأوروبا تعقد محاكم للهراطقة تحكم عليهم بالحرق فالتاريخ الإسلامي كذلك حافل بمحاكم تفتيشية سلطوية وشعبية لا تدال تنعقد حتى اليوم حتى وقتنا هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر